شارك سعادة سيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في الجلسة الافتتاحية من القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية الفين واثنين وعشرين والتي أقيمت في لندن تحت شعار تشكيل رؤية مشتركة وبمشاركة مسؤولين حكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين وقادت الفكر وصناع القرار من أنحاء المملكة المتحدة والعالم العربية وذلك لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة وخلال كلمته نوه الزياني للعلاقات البحرينية البريطانية المتجذرة والتي أثمرت عن نمو حجم التجارة بين البلدين بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مختلفة ومذكرات تفاهم منوها بالتزام المملكة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة ودول العالم والعمل على دعم الأسس المتينة والمميزات التجارية والتنموية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تسهم في رفع مستويات التبادل التجاري والاستثماري والتنموي بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر